طيب تعالوا نروح لموضوع تاني ويمكن هو حديث الساعة والتحركات اللي بتحصل على كافة الأسعادة من أجل احتواء الأزمة التضخمية العالمية واللي اتأثرنا بيها في مصر لأن هي مش منعزلة عن دولة بعينها نحن جزء من العالم وأزمة التضخم دي موجودة في العالم كله علشان كده بيتم إعادة هيكلة الموازنة وتقديم حزمة اقتصادية وحماية ضخمة لتفادي تداعيات الأزمة اللي بتحصل وتخفيف من أثرها على المواطن خلونا نعرف تفاصيل أكتر من ضفنا اللي مشرفنا على التليفون الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فندم أهلا وسهلا بيكم صباح الخير على حضرتك دكتور يكن كان مبارح فيه إجراءات جديدة من مجلس الوزراء وهو الموافقة على مشروع الموازنة المالية للسنة المالية الجديدة إيه أبرز الأرقام اللي وردت فيه الموازنة الخاصة بالسنة المالية الجديدة خاصة البنود الخاصة بالحماية الاجتماعية خلينا نقول طبعا هو وفق الدستور الموازنة بتنتهي منها الحكومة خلال الإسبوع الجاري اللي هو إحنا فيه وطبعا تم التعديل عليها تعديلات للحماية المجتمعية وطبعا زيادة إحماية المجتمعية دي عن نظرا للتغيرات الاقتصادية وقاليات العالم اللي احنا شايفينها في الخارج فطبعا الموازنة فندم قبل ما تنتهي اللي هي كمان المنتهية إن شاء الله في 36 القادم دخل عليها بعض من التعديلات أكيد كلنا نعلم بيها إن فيه زيادة في بعض من شريح الأجور وطبعا فيه زيادة في المعاشات وطبعا كان فيه كمان زيادة في دخول الأسر بتوجهات السيد الرئيس إنت عدرككم تأكيد تعلمه جيدا إن الموازنة لما بتغلق يعني خلاص ويصدق عليها البرلمان ويرفعها السيد الرئيس ما بتفتحش تاني خالص ألا بوثق قانون فالموازنة اللي هي هتنتهي في 36 دي عيد فتحها مرة تانية وهيكون فيه زيادة المرتبات اعتبارا من 1-4 القادم اللي كانت مقررة في شهر 7 نعم يا فندم دي زيادة من المفترض اللي كانت تقرر في شهر 7 مصبوط فهو الدولة بدرتها 3 شهور بناء على التغيرات اللي احنا شايفنا دي بنسميح نفسها سات تحفيزية تحفز المجتمع بمزيد لمواجهة التدعيات الاقتصادية وطبعا ده دي قصد إيجابة إن شاء الله للمجتمع في زيادة الأجور وزيادة المرتبات زيادة دخول الأسر بحوالي 450 ألف أسرة لبرنامج حياة كريمة كمان فده النهاردة بيكون لي مردود كبير على الناس ده الأمر الأولاني الأمر التاني إن شاء الله اعتبارا من 1-7 أو اللي هو اعتبارا بقى من 1-4 هتخش الموازنة جديدة هيتم المناقشة فيها دي بتترفع للبرلمان بيعود فيها 3 شهور للعامل جديد الموازنة دي فاندم بنسميها مدقاقة شوية أنا مش عايزة أقولك تقشفية يعني بس يعني خلينا نستخدم التعبير اللي قاله دورة رئيس الوزراء إن احنا هنكون قادرين على تدبير المصرفات بتحسن أكتر وزيادة الإرادات داخل الدولة وحيكون فيه معدلات نمو إن شاء الله نحافظ عليها في حدود الخمسة ونصف المية وهيكون إن العجز أنا بتكلم عن موازنة الجديدة بقى اللي إن شاء الله من 1-7 يعني اللي تم إقرارها بقى وده هيكون فيه زيادة فيه معدل النمو في حدود الخمسة ونصف المية نحافظ عليه وهنقلل العجز بتاع الخاص بالموازنة وهيكون التدبيد الاحترازية لمواكرة أزمة كورونا ما زالت موجودة للمستهدفات الرسالة للتنمية الاقتصادية طيب إزاي حكم يا فندم؟ تفضل يا فندم تفضل يا فندم لا هو ده كان التفاور يا فندم اللي ده لتقئيس الوزراء والمناشة اللي كانت بيها بالأمس في اجتماع مجلس الوزراء وطبعا إحنا عايزين نقول للناس إن إحنا التغيرات الاقتصادية دي مش من عندنا مش من مصر دي من أثر التدخم الارتتاعي الكبير جدا يا فندم الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفايدة ربع في المية 25 نقطة يعني تغيرت بها أسعار العالم كلها أوروبا رفعت الفايدة طبعا دول مجلس التعاون الخليجي نفس الحال فصابقونا فكان لازم نغير سعر الفايدة إحنا كمان رفعناها واحد في المية وطبعا تغير على أثارها في شهادات في البنوك النهاردة الحكومية بقت بـ 18% تقدر تجزد شريحا من الأموال كبيرة جدا يعني تزيد من دخل المواطنين طيب إزاي فندم الحكومة بتستهدف في الموازنة الجاية تطبيق سياسات تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الموازنة الجاية الدولة بتحرص بالقيادة السياسية بالحكومة بكل الأجهزة المعنية أن يكون فيه تحفيز للأنشطة الاقتصادية مدعمة بأن يكون فيه في الموازنة الجديدة زيادة فيه باب الاستثمار ده نمرة واحد نمرة اثنين فيه بند مهم جدا كان تحدث عنه وزير المالية تحمل الدولة للضريبة العقرية للشركات والمصانع اللي هي الصناعية ده هيدي زيادة ومحفز لقدر الله فيه تراضع فيه بعض من المبيعات أو السياسات داخل الدولة أن يكون فيه مساهمة من الحكومة لتحفيز الشركات والمصانع مرة أخرى أعتقد كمان ده بيدي أن فيه مرونة في السياسة أن فيه تواصل ما بين الأجهزة الحكومية طبعا عرصها وزارة المالية والبانك المركزي مع رجال الأعمال والمستثمرين ده هيؤدي للإستقراض إن شاء الله السوق على خلفية طبعا كل الأحداث التضخمية الكبيرة اللي احنا بنشوفها في العالم إن شاء الله طيب دكتور مصطفى شايف دور القطاع الخاص بأيه خلال الفترة القادمة وازاي يتم تعزيز دوره في المشاركة للنهوض بالاقتصاد وإيه تفادي هذه الأزمة خليني أكون أمين معاكم وقولك إن فيه مجهود كبير بتقوم بيد دولة ولكن نحن نتطلب المزيد ليه نتطلب المزيد علشان إحنا عدد السكان في معدلات النمو بتزداد كثيرا فإحنا في احتياجنا إن إحنا نزيل كل الصعوبات أمام القطاع الخاص خاصة إن الدولة النهاردة بتتكلم إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي البوابة الأساسية أو العمود الفقري الأوضاع الاقتصادية الحالية اللي احنا فيها صحيح فإحنا لازم نكون مواجهين لكل البيوكراطية لازم نكون مواجهين لكل الصعوبات لازم نكون فيه مبادرات مبادرات من الجهاز المصرافي مبادرات من الأجهزة المعنية التيسيرات على الشركات متناهية الصغر سداني وستاذ أحمد هتقدر تزيد من ثقة المستثمرين وديه أسوء كبير جداً للمصنعين أو رجال الأعمال اللي في اللي لديهم المستقبل الإجراءات اللي احنا بنتكلم عنها فكرة التحول لدولة منتجة دولة مصنعة بالضبط حولوا الكلام اللي احنا بنتكلم عنه توطين الصناعة إلى سياسة واقعية على أرض الواقع يعني خلينا أقول لحضرتك أن النهاردة الأماكن أو طبعاً السيد الرئيس بيقول بمجهود كبير أكيد تعرفوا جيداً أن فيه مناطق لوجستية ومناطق صناعية كثيرة جداً بتتطلب العمران وأيضاً أن السيد الرئيس بيتكلم أكتر من مرة بيوناشر رجال الأعمال والمستثمرين يخشوا يساهموا معاناً دي بتبقى ساعات استثمارات كبيرة أو استثمارات ضخمة وبعيدة المدى استثمارات أيضاً بعيدة المدى طبعاً بتبقى طويلة المدى فندم دي بتبقى استثمارات بإنسانية التنمية المستدامة اللي هي بتعوض بالعشر والعشرين سنة وتيب اللي بتحقق يعني عارف ترصيخ فندم للصناعة ولكن المصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتوسطة هي المسندة هي اللي بتحقق الرقم الأساسي في عدد من الأطراف أولاً بتفتح لك كثير من أبواب الصناعة اثنين بحد من البطالة ثلاثة بتوفر لك من العملة الأجنبية وبتستغنى على الاستراض أخيراً إذا كان لنا مناشدة من برنامج بابنامجكم الكريم إن إيشنا نستغنى عن المستورة طالما في بديل مصري أنت فنم يعني إحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنواجه دعوة في المجال ده تحديداً فكرة اللي إحنا نستهلك على الأد ونستغنى كمان على المنتج المستورة دي الزبط يا أستاذ أحمد هو ده اللي إحنا دايماً بنناشد به علشان المصنعين والاقتصاد المصري يفضل شغال دايماً نستخدم المنتج المصري شوف المنتج المصري اللي بيوناسبك وابتدي استخدمه بداش المستورة حتى نقضي على سوء المستورة ده بعملية الإحلال ودايماً النشرة بنناشد المصنعين لو سمحتوا حاولوا تخلي سعرك منافس مع المستورة علشان يبقى المواطن المصري النهاردة ليه من القابلية في استخدام هذه المنتجات والصنعات صحيح الرؤية دايماً لو فضلت أمام المجتمع المصري صدقني الأقتصاد بتاعنا مش بنطور عن الموه خمسة ونصف في المية لا حتلاقي أن الموه بتاعنا ثمانية وتسعة في المية إن شاء الله بتوعية الناس أننا النهاردة المنتج المصري ده هو أساسنا في فتح بيوت المجتمع المصري بالكامل وأزود على كلام حضرتك برده يا دكتور مصطفى فكرة كمان دراسة السوق جيداً قبل توزيع المنتجات عشان نحق نوع من أنواع العدالة في التوزيع ده كل تأكيد أفندم خلينا نقول وأذكر حضرتك وكل مستمعيننا الكرام السيد الرئيس كان الجمعة اللي فاتت في الشارع بنفسه بيصنع لكلام الناس وبيعرف السوق في احتياجه أعتقد دي من أهم الأمور إن إحنا دايماً لازم نتابعناها كل مسؤول إن دراسة السوق دي أفندم النهاردة من أهم الدراسات الجدوى أو الدراسات الوقعية للسياسة الاستثمارية داخل الدولة طبعاً يعني أحب أعرف بالحالة كماني دكتور الموازنة الجديدة يعني شفنا فيها دعم أو نشوف فيها دعم كبير للأسر الفقيرة وزيادة البرامج الخاصة بالحمية الاجتماعية يعني إزاي هنشوف لده أثر شوف يا فندم خلينا نقول إن باب الدعم داخل الموازنة حيفضل وحيفضل مجال في دعمه للأسر اللي هي بنسميها تحت خط الفقر أو الأسر المحدودة الدحل والدولة لن تقدر على رفع الدعم مرة واحدة أو تقدر تستغنى عن الدعم بل بالعكس ده بتزوده يوم عن يوم ولسه إن الدولة بتوجهات السيدة الرئيس دخلت ربعمائة وخمسين ألف أسرة فندم اعتبارا من يوم واحدة أربعة علشان كده بنتطلب إننا الحكومة تكون مسرعة في عملية إدخالهم وأيضا كمان يجب أن يكون في مجهود في تنقيح البطاقات اللي متروش يعني الطلب في البطاقة الدولة لازم تبتدي تجنبه ويكون فيه دخول مزيد من الأموال للأسر الفقيرة ويمكن أنت حضراتكم شايفين إن الدولة في طبقة موضوع الشوادر وأهلا رمضان والمعارض بمزيد من عرض السلع كل ده فندم بيستهدف تخفيض الأسعار بيستهدف الأسر المحدودة الدخل يمكن بيبقى فيه ساعات بعض من الأمور اللي هي تكون فيها متابعة ومدأبة طبعا إحنا سؤنا كبير 100 مليون أسرة 100 مليون شخص فيه أسر كتيرة بتحتاج فيه مناطق نائية تكون بعيدة عن أوجه ونظر بعض من المسؤولين أو بعض من الناس علشان كده دايما بنناشد أن التوزيع فيه زي ما حضراتك تفضلت التوزيع يكون برضو بمراجعة يعني نشوف العبادات ما نتروحش في المناطق نائية نروح لها إزاي أننا الأسر دي نوصل لها تاني أعتقد ده بيحقق نجاح كبير جدا وإرضى لدى من ناس لتلبية احتياجاتهم اليوميا ده صحيح يعني أنا بعيد كلام حضرتك دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي ويعني الدولة مشكورة عملت جهود وأخذت خطوات لكن الخطوات دي مش هتتحقق نتائجها الملموسة على الأرض غير بتكاتف كل أفراد المجتمع عشان نقدر لحنا نتخطى هذه الأزمة دكتور مصطفى بدرة كل الشكر والتقدير لحياك يا فن وشكرا أني وجودك معنا في صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر